نأخذ سؤال واتساب يلا مين لا حلوة لكوة إلا بالله شاب زنى بفتاة فحملت منه وإذا الحديث بتحققها دكتور وبعد وضوح الحمل أرادت عائلتهم سترهما فزوجوهما زواجا شرعيا وتم العقد على البنت وهي حامل فما رأي الشرع في هذه الواقع وهل ولد يعد ابن زنى وما مصير الأبناء بعد ذلك علما أن العقدة تم أثناء الحمل طيب هذه المسألة من المسألة فيها خلاف جمهور الفقهاء يرون أنه لا يمكن أن يتحول الزنى إلى زواج ولا أن يعقد على من زنى بها ولا أن يتحول ماء الزنى وما ترتب عليه من الحمل إلى ماء زواج وإثبات نسب لكن بعض أهل العلم كالشعبي وغيره يرون رأيا مخالفا أنا أراه راجحا ويرون جواز العقد في هذه الحالة وجواز إثبات النسب في هذه الحالة وأنا أقول لا ما نعم من ذلك للأسباب الآتية تفضل واحد أنه فيه رعاية لحق هذا الولد الذي لا جناية له ولا جريمة له في إثبات نسبه تمام وفي دفع عار أنه ولد زنى لا أبا معروفا له عنه وهو لا جريرة له في هذه المسألة اثنين أنه الستر في الإسلام من مقاصد العظمة نعم أنه هذا الرأي ترتب عليه الستر بالبنت وبالولد وبالطفل الصوير اللي بينهم وبالعائلات جميل هذا الستر في حد ذاته مقصد شرعي معتبر نعم الأمر الثالث أنه البديل عن ذلك البديل عن ذلك شديد المرارة طيب حضراتكم هنأخذ برأي الجمهور ولا نسمح لهم بالزواج ونعلن الولد المولود ولد زنى ونعلن هذه الفتاة زانية هذا الرجل زاني أو الولد زاني اللي ترتب على كده من المصلحة ومن الخير ألم يأتي في السنة النبوية أنه لو سترتوم بثوبك لكان خيرا لك أليس هذا أستر للكل يعني نعم ثم أنه على فرض أيضا أنه قلنا أنه لا يجوز أن يجتمع بزواج السيدة عيشة رضي الله عنها قالت كما عندما سئلت عن مسألة أخرى أيوة أبعد من هذه قالت إن الحرام لا يمنع الحلال إن الحرام لا يمنع الحلال سئلت عن مسألة من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج بإحدى محارمها هل يجوز له ذلك أو ولا لا يجوز فقالت عيشة إن الحرام لا يمنع الحلال للزواج ألا تنطبق هذه القاعدة التي أصرتها أمنا عيشة رضي الله عنها على هذه الحالة فنقول إن الحرام السابق لا يمنع الحلال اللاحق خاصة إذا كان متأكدا أن الولد له وأنه كان على علاقة بالبنت وأنها حملت منه لا أرى مانعا من الأخذ بهذا الرأي وأتمنى على المشايخ الذين يتصدون الفتوى أن ينظروا بعين اعتبار لهذه المسألة وأن يراعوا هذا الرأي الذي كان لبعض أسلاف الأمة الأوائل كالشعبي والحسن وغيرهما وأن يعطوه حقه من الدراسة ومن التنزيل على الواقع وذلك فقط في المسائل التي تقع فيها الفأس وفرأس نحن الآن نقول بابتداء وإنما نقول به انتهاءا لضرء المفسدة العظيمة المترتبة على إسقاط النسب وعلى عدم السماح لهم بالزواج وعلى عدم السماح لهم باستلحاق الولدي وإثبات نسبته إلى أبي أنا شايف أن دي إجابة غاية في الأهمية على هذا التساؤل مشاهدين الكرام أتمنى أنكم ترجعوا له وزي ما قال فضلت الدكتور حاتم من يتصدون للفتوى من علمائنا الأجلاء والأفاضل لابد أن ينظروا لتلك المسائل كما تفضل الدكتور حاتم رسائل مهم جدا في الإجابة على هذا السؤال وسؤال فتح لنا بابا غاية في الأهمية شكرا للمشاهدة